السلام عليكم تحياتي الى متتابعة قناتي من داخل و خارج الوطن اليوم نشوف كيفاش نستخلص السائل هذا من الشحن نسا عملوه في الحبوب الجافة في ايام الشتاء عنا الشحن عنا التوابل ففل احمر الحار وملح وتوابل عنا تون عنا كرافس باش نسمو هاد السائل او هاد الدهن عنا هاد البقالات غسلتهم نقيتهم باش نديروا فيهم باش نوضعوا فيهم هاد السائل نحضر صحيح طنجر نضع في هاد الشحن هاد الشحن نكون الطاحنة ولا رابي على نار قليلا نخلهم يدوب هاد السائل صافي خلطه مليح باش كل شي يدوب نحضر هاد المصفات نصفو هاد كل الشحن نعيد نفرغو في هاد القارورات او هاد الزجاجات هاد السائل صافي بعد ما صفيته في المصفات نقسم نصف نديرها صافي ما فيش هاد المنكيهات والنصف الاخر نديرها فيه التوابل وفلفل احمر والحار والكرافس والتون هاد الشحن الدائب هاد نسحقه في البركوكس نسحقه في الحبوب الجافة مثل العدس اللوبيه حمص خاصة في هاد اليوم البرد باديل الزيت هذا خام الزيت المهدرج نستعمل في البركوكس كذلك نضع الملح نضيف 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 الفلفل احمر راس الحانوت او التوابل الفلفل حار هذا القرون الجاف ملح هاد يجمع التوابل نضح احنا خلطه جيدا ونضيف الفلفل والكرافس باش نسمه هاد السائل هاد يجب احنا هاد يجب احنا هاد يجب هاد يجب هاد يجب ها هو الوطاعة بالدل نحتفظ به في التلاجة من بعد نجيبدو نشوفه باش نحضر به كنستحقون جدو جربو هذا بديل الزيت دهن حيواني خير من الدهن مهدرج ما تنسوش الاشتراك تفعل الجرس ليصلكم الجديد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر